والله إبراهيم نخاف نتحدث نديلك قال حصة تحدث أدخل راحتك لا والله أشوف أنا قلتها ونعودها أنه مشكلة الكرة الجزائرية هو الفيسبوك مواقع التواصل أنا أقول ما شي مواقع التواصل نقول ضعف الشخصية لأن الناس اللي راه تسير في كرة البقاء القادم كين مدربين ضعاف يديروا لهم فارق في الفيسبوك كين دي ديريجون ضعاف وشي قل فيسبوك يتبع بارسكو يسمع الشعب أنا نظن باللي إدارة فارق لازم هي تكون عندها يعني تخطيط وتكون عندها أهداف والأهداف تكون واضحة وتكون متمكنة متمكنة وواضحة لأن الأهداف ما تجيش أنت عندك فارق هذا ويبني تصنع فيه وتقول ندي شمبيونه هذا هدف يعني ما تقدرش تلحق له لازم يعني تكون أهداف لتقدر توصلها على حسب المستوى اللي عندك ومبعد كي تبدأ تمشي في طريق تاعك صحيح أن الأنصار يعني الجزء لا يتجزع من الفارق ولكن لازم ما يأطروش سلبا على على النادي هذا شيء لازم يتكون فارق الأنصار عندهم تدورهم والإدارة عندها تدورها والمدرب عنده تدوروا واللعبين عندهم تدورهم وكل فاعل يأدي يعني مهامه باش يكون نادي ناجح صحيح لو كان واحد يتجاوز حدوده ويخرج على صلاحيات تاعه راح يقول لي يعني ما ينفعش النادي ويضروا أكتر مليين نفعه هنا المشكل أنه الضغط ولا من أول مباراة انت براهين عداء يجري مئات متر لو كان نحسبه في العشرين متر الأول نوريلك نحبس لك عشرين متر ونقول لك شكون راح يفوز راح تغلط هتقول لي له وبرومي صح كايلي ما عندهش ديمارة جملي صح ولكن في مئات متر رفلافة ما عندهش القوة تقدم راجمي بصح كيقلا يلعق نحن نجي جي ولا كورس قبل ما تخلاص نحن البطولة فيها مرحلتين دهاب والإياب وهذا بالتلت نقاط تقفز ولا تنزل بسرعة دير نتائج إيجابية متتالية تطلع بسرعة رهيبة ودير نتائج سلبية بصيفة متتالية تلت مبارايات أربعة ما تقدرش تقول الآن احنا خطينا واحد الخطوة بعد كورونا هي ما بقيتش العقدة اللي كانت بكري استطادك تربح وتروح الإكستيريور تخسرت 90% خسارة الآن معطاية تغيرت للإندياس أصبحوا يلعبوا كل ما عندهم يعني يرموا أوراقهم و يوزي ويلعبوا الإكستيريور وانا شوف ولكن تا لما تكون يعني واقعي راح تحسب البطولة بمبارياتها ماشي تخسر أنا أولا خسرتها ضوميسيل واربحت دفوة الإكستيريور وانا بعد في خمس مباريات جبت 12 وخسرت في استهادي ما يهمني إيش أنا إحنا هاد الأمور لما راناها تزيد ثانيا انت لازم أولا تقيم فارقك تقيم يعني مقارنة من بواش بالأندية اللي راي تلعب في بطولتك الأولى الثانية هاد الفارق نقوله راه في الواسط حبي يقول راه في الواسط راح تجي عندية تربحك في أرض على في ميدان في ميدانك وراح تقدر تروح تربح لإضعاف عليك في ميدانه في ميدانه خرج ديار لماذا أنت تتقبل أنك تربح خارج ميدانك ولما تخسر في ميدانك ما تتقبلش علاش إحنا لابد العقليات تتبدل بعدنا تقافة الهزيمة هو فرجة هو راحة هو متعة أو لنا شوية أمل بعد مباراة مدية الجزال والله يبلي لك الأمل لأنه مباراة تفرح بيها وتسوق بيها ولكن لا يكفيش هذا الشي لأنه خلاص الناس لازم نشوف مليارات الدولارات ستلعب ولكن نشوف الروح الرياضية نشوف الناس فرجة الناس تروح تجوز تتعش وتروح وتشوف كورت القادم وتبكي لي خاسر يبكي وكل الناس تغادر فيه وتمشي نازم نخمو نخمو نروح لهذا الشي نشوف مباريات في ملاعب جاية في أحياء والله الناس راي يعاني في كل أسبوع كاي الناس راي تسكن قدام الملاعب كل يوم تدعي باش يحبس الكورت القادمة الجزائرية تتوقف لأنه كل أسبوع عوي عاني مع عائلته نشوف عنا نفتح قوس احنا رانا ما رانا نش نتقدمه رانا نولولو عشرين سنان اللور لو كانت تقول فارق ملديت الجزائر يتحط العاصمة يلعب في دار البيضاء يقول لكلال علاش تروح تلعب صغير الملعب ما يكفيش أنصار راح يغلقوا هذيك المدينة ما تقدرش تلعب يعني في ملاعب صغيرة كما هذو لازم نلقاو الحولون عندنا منشاءات لازم نفتحوها ما كاش كاش منها هذا قازون تلعب عليه خطرة في سمانة يفسد هذي مستحيلة هذي تبني ملاعب قوجة منه يفسد بارسكويريح مغلوق واحد ما يلعب فيه كي يلعبو فيه يكون لانطراتي يقعد لقاز ومليح دونك هذي بين قوسين شوف لازم الدهنيات تتغير حنا رحنا في البروفيسيوناليزم صح ما تبعناش مجهة واحد اخرى أنا ما نلومش إن المناصرين ولكن كلنا يعني كمدربين وكلاعبين وكا كا كإداريين نعطوه يعني نعطوه واحد الآمل يجب أن نكونوا واقعيين نحن بداية الموسم نديرو نجيبو نقولوا باش نردي ونسكتو الناس باللي الاخر ريكريتمون تعنامليه رح نلعب الدور الأولى وبعد تعصح يكون العيون في تعصح يكون الصخط تعصح لازم تكون واقعي تقيم فريقك لازم ماشي ملتحت تعاود صوتي الفوق بارسكو جاتك شاركة لا ماشي الكورت القادمة ليس إلا أموال من بالأموال لازم تبني باش تبني انتايا لازم لك سنوات باش تكون فريق ماشي العام ليفاتكو تاقدر هاد العام تكون تقدر تصرافي فريق ما تقدرش تتعاود في كل فريق الأخرى لأن بلك فريق كان عنده مشاكل إلا مالية وكان عنده عفوا نكمل نعم كان فريق اللي كانت عندهم ضائقة مالية ولكن كانت عندهم تركيبة بشرية حاب يقول جيب له الأموال يعاود يتسجب ولكن فريق أخرى غير ممكن لازم تعاود تبني مجديد هنالأمور كلها علش قلتلك هذا الحديث لازم تقعد فيه سينين وسينين لأنه لأنه مشكل يعني مشكل يعني مشكل كورة وطنية لازم يعني نعاوده نحطه على أسس يعني متينة وما يحدث في الأقسام السفلة حدث كاريتي كاريتي شوف نعطيك نعطيك برك أنت تحب ترفع المستوى وعندك درجة أولى محترفة هكذا وعندك درجة تانية هوات هوات أعطيني اللعبين ليما يقدرواش اللعبوا في الاحتراف ما يقدرواش يسينيوا أم بخي في الفارق الهوات وين يروحوا يلعبوا اللعبين حدث لازم تكون درجة تانية تقدر تبريتي ما تروح للهاوي وبعد تقدر تعرج على ممنوع ما تقدرش أعنيك ببروفيسيونة شوف ديك القوانين كيفاش يلعب اللعب كيفاش أنت عندك لعب شاب لازم تحطو في فارق يتمرن بعد يعود وين تحطو تحطو لازم فارق والأتنين اللي هبطو ما زال عندهم الستاتيو البروفيسيونة شوف وحد الأمور يحطموا كورة القادم بلا ما يفيقوا شوف نعود نولولولور كانت أنا لعبت في القسم موطني تاني في 2013 2014 وصعدت مع فارق بالعباس كانت بوطولة وطنية محترفة قوية بستطاش فارق كانت فيرق قوية كانت ديكيب 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 احنا رحنا مشينا في واحد التركيبة طلعنا كتير من نوادي كأن نوادي لحياتها في القسم الثاني والقسم الأول جوز فطرة قصيرة من المشاكل لقد رحها في القسم الثالث والقسم الرابع شوف كيف عثرنا الكرة الجزائية كل هدى الأمور لازم تتراجع لازم نعود نبني وعالصح لازم باش انت تسوق وباش تعطي ماشي إلا في مباراة وحدة لأن ما تقدرش تسوق مباراة فيها خمسة ثلاثة ولا خمسة أربعة ومبعد فيها عنف ما تقدرش لازم تسوق كل شي يمشي معه لازم تكون الفرجة لازم يكون المستوى لازم يكون نظام لازم الهدوء كل هدى الأمور لازم لها يعني كل واحد يعطي شوية من روحه لأن انت ساهل تقعد في الدار وراء شاسة وتخل بطولة ضعيفة ولا مناصر تروح ولكن انت ولا تقوم بيدورك كمناصر في المدراجات ولا كمتابع ولا كمتابع على مواقع التواصل الاجتماعي أس كنت سوف تدحول وفعل الكمانتر اللي داوي ولا سوف تزيد جرح و كما يقول تسب في الناس حسين